تابعيني بالقناة اصدقاء العزاء طبعا عشان الناس اللي كانت بتسألنا على السلاج وطريقة عمل السلاج فكرة بسيطة جدا وسهلة انا هنا في المزرعة مزرعة الجموس المحسن ورصيا غرب غرب المينيا المزرعة المحببة الجلبي طبعا انا بحبها جدا وبعشج المكان دا مزرعة ناشحب كل المقاييس بالناس اللي فيها بالناس تعبان وناس فعلا عاملة مجود جبار احنا النهاردة بدأنا ان شاء الله في الموسم الجديد موسم من تخزين السلاج هنحكي لكم ازاي بنخزن السلاج وازاي بنقمره وازاي الميل المعمول دا بيصفل اي زواد الحاجات المادة السوائل اللي بتطلع من السلاج بتمشي في مجاري كده وتوصل لحت البيارة فاحنا معنا الستاذ ساعد عبدالداي مشر في محطة غرب المينيا هيحكي لنا عن قصة السلاج وعندنا ثلاث هناكر هنا هنشوف كلها بنشيل كام وبنخزن كل سنة جدية عشان يكفينا السنة كلها طبعا المزرعة دي مزرعة حلاب وفيها عشار وفيها تسمين فيحكي لنا عن كل القصة دي بالنسبة للسلاج من الالف لليا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يخليك يا دكتور اهلا بيك نورتنا وشرفتنا طبعا على الجهد الكبير الله يخليك يا دكتور انا سعيد النهاردة عشان اول ظهور لي بقناة اخويا وحبيبي دكتور مجدي زي ما الدكتور مجدي تفضل مشكور وتكلم احنا بنعمل النهاردة بدينا في موسم سلاج 22-22-23 احنا بنعمل خزين لجد سنة يعني بداية السلاج من البداية خالص ازاي تختار السلاج الصح حبيبي فيه لاجنة مشكلة من هنا من مجدارة المحطة بيروح يشوفوا الدراء الدراء لتعمل السلاج لازم تكون معدية مرحلة الشاو اللي احنا بالبلدي نقول عليها الطول العجيني يعني تكون معدية مرحلة الشاو بتبدأ يشتغلوا فيها وبيجينا هنا عندنا هنا تلت بناكر التلت بناكر ساعتهم 7500 طن البنكر يشيل من 2 طن ومتين لحد 2 طن بتاع 2500 طن ده ساعة البنكر زي ما انتم شايفين كده بالزبط بنبدأ ننزل ويددك السلاج دكة كويس اهم شيء في السلاج في التخزين بتاعه الدكة الكويس عشان المية لو فيه اي مية او رضوبة بتطلع وفيه هنا مصافي وحنا بسميها مجرة بعد ما نخلص بتدفحت واي دور اي مية نزل من السلاج بتمشي لمسافة بعيدة هناك بتنزل بعد ما نخلص دك بنودي طبقة ملح طعام من فوق واهم شيء اهم شيء في نجاح بنكر السلاج اهم شيء اهم يعني حاجتين قسيين الدكة الكويس والتغطية الكويسة لان لازم اغطي اغطي بمفرشين مفرشين مشمع فوق بعض وبعد كده بقى فوق المشمع بنحط بالات اش او فيه بعض ناس بتحط رمل قبل المشمع انت كنت قلتلي احنا جايبين كمية ملحة كبيرة بنحط كمية ملحة بنحط كمية ملحة بعد ما نخلص دك وخلاص البنكر ده مسلا خد الساعة بتاعته الفين طن او الفين وخمسمائة طن بنحط طبقة ملحة بنحط طبقة ملحة طعام فايدي طبقة ملحة طعام عشان البكتيريا البكتيريا الضارة بتطلع من السخونة فيفاجهها الملحة طبقة الملحة من فوق فبتموت بيتغطى تغطية كويسة وبعد من خمسة واربعين يوم شهرين نبدأ نفتح بيوصل اعلى درجة حرارة ليه بعد ثلاثة ايام من التغطية بيوصل اعلى درجة حرارة وبعد يتبدأ درجة الحرارة بتاعته بتنزل في خلال من خمسة واربعين يوم لحد شهرين بنبدأ نفتح السلاج بنفتح جم بجم مدام فتحت منفحشة غطي تاني لان لو فتحت وغطيت بيحصل فرصة البكتيريا نتشتع البكتيريا تنشط تاني وفي نفس الوقت بيعمل طباجة سمرة اللي كلها سموم فaterialية هد بوضق السلاج هد بوضع السلاج السلاج بعد النبدأ بيوفر معايا في ظل ارتفاع اسعار العلف كل من 3 كيلو ال 4 كيلو السلاج بيدو كيلو يعادلوا كيلو حтесь ال 4 كيلو سلاج يعادلوا القيمة الغذائية للكيلو حتى بالذبط كل 4 كيلو يعدلوا كيلو علف مركز 았�كن الطن السلاج ووصل الى finds the belief in 11nat يكون الهيئة over 150 نسعمية تسعمية وخمسين ممكن الف. يعني نقول كيلو سلاج بجنيه. يعني كيلو سلاج بجنيه. انت لو تحسب يا دكتور كل اربع كيلو سلاج خليك مسلا في جنوب. في جنوب. يبقى اربع كيلو سلاج. خمسة جنيه. خمسة جنيه. يبقى كل العرب المركز اشتريته هنا خمسة جنيه. يبقى بوفر بوفر النص بالزبط. النص. اه وخصوصا بانه. او فيه مادة ملأة كمان. فيه مادة ملأة وفيه حاجة تانية يعني احنا بالنسبة لنا من اكل يحتبر كل علف جاف. عشان مفيش مسلا لبرسيم ولا موسم برسيم. المادة السلاج بيحتبر مادة خضرة وكويس وبينتج معايا بيزيد معايا في موضوع ضرر اللبن. بيزود انتاج اللبن. بيزود انتاج اللبن. طيب التسمين عجول التسمين بتحط لها سلاج ولا بتكتفي بالعلف? او حضرتك يا دكتور انا سيد العائفين انت واستاذنا كلنا. المفروض من لحد وزن مية وخمسين او مية وتمانين كيلو ما تدريه السلاج عشان ميرفعه مزوج الحموضة بتاع الكرش. تمام. من وزن تلتمية وخمسين كيلو لحد البيع بنرفع السلاج وبندخل مكانه ودي ريس حجازي وندخل تبني مع العلف المركز. لحد البيع. الله ينور عليك برضو العشار ما بتدهش كتير. لا العشار ما بتدهش كتير. لان العشار بدي مسلا انها كيلو ونص علف اللي عليها الحافظة. ونسبة بسيطة حتى عندنا في الفلاحين ويقول لها كل عشر ما تشبههاش. تمام. احنا تركزنا كله على التسمين وعلى الحاجة اللي بتنتج اضرار اللبن. طب بالنسبة الحلاب تعطي كم كيلو سلاج في اليوم? يعني من 18 ل 20 كيلو سلاج. بالنسبة الجاموسة اليومية انا. على فترتين. بتديها عالف مع السلاج ولا تكفي سلاج بس? لا بنددي عالف مع السلاج. حضرتك لو جاموسة مثلا بتجيب اتنين كيلو يعني كل اتنين كيلو ربع لبن ليهم كيلو علف مركز. تمام. كل كيلو لبن. ده البقر اللي هو اتنين كيلو ربع كل كيلو لربع علف مركز. لو عندي مسلا جاموسة بتنتج عشرة كيلو لبن في اليوم. icable. بالمفروض لها سبعة كيلو ونصة علف مركز. ده عالية انتجية وفي عالية حافظة لاتنين كيلو. يبقى كده حدي تسعة وبقيرو ونصة. مركز. هديها ستة او سبعة واحل البائد باSet. تمام. يعني مسلا لو جاموسة بتخد عشرة كيلو علف مركز. هديها سبعة علىолот مركز والثلاثة التنين احلو ماه او الاربع التنين يحلهم بيع بسلاج. يبقى اربعة باتناشر سلاج. باتناشر سلاج. انا هدي اربعة. اربعة فاربعة بستاشر كيلو سلاج. وستة كيلو على في مركز. هديديني نفس القيمة. ونفس ادراء اللبن. وفي نفس اجل اجل التكاليف. وانا بصراحة جربت اللبن جودة اللبن ممتازة هنا بصراحة. والحمد لله رب العالمين يعني اللبن بتاعنا مسمى يعني في كل مكان. وعندنا منافس بنصنع دلوقتي. زبادي. ونصنع جبنة. دمياضي وجبنا جريش ونصنع زبدة. وعندنا منفس في قرية اتنين. صاملوت. وقرية اربعة جهاد اللي العدوى. منفزين تابع مشروع الاسمارات الزراعية. اي حد عايز يشتري منتجات موجودة. اي حد منتجات موجودة. احنا الحمد لله رب العالمين هذا الوقت وعندنا التسمين عندنا اللح. موجودة طول السنة. في الاول ان هي بداية هي مزرعة حلاب. اصبح دلوقت الحمد لله رب العالمين دورة التسمين شغال على طول. يعني خلص العنبر التاني يكون وراه على طول هكزا يعني. وعندنا احنا ما شاء الله عندنا حوالي اكتر من خمسين عجلة تسمين على وش بيع. بالضبط عندنا حوالي خمسين عجلة وكتر من خمسين عجل متوسط وزنه. مياه من من اربعمائة وتمانين لخمسمائة كيلو متوسط. اي حد محتاج يشتري. اي حد اصلي يا دكتور ما فيش حد اللي حجر علينا. احنا اي حد يجي لما اخزها بفلوسه وبنوزن ويدفع فلوس ياخد اللي وعايزه. وعندنا برضو زي ما حضرتك شفت عطال الله عجلات عشر. عجلات بكر لصغر المزارعين هنا في منطقة غرب السامرود ومنطقة غرب الفاشل. وعندنا برضو ربين عجل عشر ومعروضين للبيع. تمام. ده. ينفع انا انا كرجل فلاح عايز عايز اه عايز شابتين او تلات عشر ممكن تدوم لي ولا لازم موضوع الروتين الحكومي الورج والمزادات ده ولا ايه? لا هو كان توجهت المهندس مصطفى الصياد الونايب الوزير للصروة الحيوانية كان بيقول لك احنا عايزين يعني ننشر السلالات دي في المناضي. الصغر المزارعين. احنا بفضل الله يعني عندنا عجلات راحة سيوة. وعندنا عجلات راحة واجه بحري. وعندنا اطلعنا في شهر خمسة لمنطقة غرب سامنوت ومنطقة غرب الفاشل. يعني ما فيش تعاجدات دلوقت والعايز اشتري اشتري. لا لا ما فيش تعاجدات وكل حاجة ميسر. كل حاجة ميسر وكل حاجة سهلة. يعني الحمد لله رب العين احنا معانا ادارة حكيمة. ان كان من المهندس مصطفى الصيد الونايب الوزير للصروة الحيوانية والدجنة. ومعانا برضو المهندس رمضان الشركاء ومدير المحطة. يعني ما فيش كل حاجة سهلة. يعني ما فيش اما فيش تعاجدات ولا في اي روتين خالص. لا بصلاح الله ينور عليكم. احنا طبعا حصلنا يا اخوانا من واحد وعشرين يوم. والنهارضة ان شاء الله احنا جينا عشان نجيب التحصين بتاع الحمر كلها الجرعة التنشطية البوستر دوز. عشان المشروع ده يهمنا جدا طبعا وناس احنا ماشيين بالورقة والقلم فيه بالنسبة للتحصنات. فان شاء الله النهارضة بإذن الله ان يبدأ تحصين ان شاء الله للحمر كلها الجرعة التانية. وابرضو لست الساعد بحب اشكره بصراحة لان برضو رجل جايب بمشهود جبار هنا هو الجميع العاملين في المحطة. وشوف ايه رأيك في في الطب البطر والعالم والله باسم الله يعني انا مش بجام لك والله. هو الدكتور عبدالجادر ربنا يشفيه وعافية كان مواصل معنا يعني كان رجل زيارة كل اسبوع. ودلوقت الدكتور ماجي بنفسه اللي هو مدير اللي دارة بيضيرها بصاملوت كل اسبوع معنا هنا. وفي حاجة تانية يشغل فيها مشروع الاسمارات الزراعية اللي بنجيب ناس من الصغر المزارعين والناس اللي يواخد قروض مشروع الاسمارات ازراعية بياخدوا دورات تدريبية على يد. الدكتور ماجي دورات تدريبية عن التغذية. دكتورات اه علم مغزق كيفية رعاية الحيوان من الولادة لحد البيع. يعني يشغلين كل اسبوع بيجينا مسلا كل اسبوع دفعتين يعني مسلا. من جميع المحافظات. من جميع المحافظات. يعني جتنا ناس من اسوان تبع المشروع. الناس بتيجي تاخد دورات تدريبية نظري وعملي. والدكتور ماجي والله مش بجامل وانده اخ فاضل يعني سراحة رجل ما بيبخلش علينا باي شي يعني التحصين اللي هو الجرعة التنشيضية مبارح. في كزا كزا النهاردة الصبح الساعة سابعة هنا وشغلين الجرعة التنشيضية التانية عشان زي ما قالت دكتور ماجي المحطة دي مش ملك الحد. المحطة دي ممكن كل اللي عاملين فيها. واحنا يتمنى بدل ما تكون محطة. ما العام ولازم نحافظ عليه. يعني احنا هنا هي يعني بالزبط محطة حكومية بفكر القضاع الخاص. يعني كل اللي شغل هنا حس ان المحطة دي بتاعته. فالحمد الله. عشان كده المشروع بسم الله ما شاء الله ناجح في صلاح بالنسل. عند الله والله كل محد كل من المحطة الاسهر عامل في السن كله بسم الله ما شغل على قدم وصاق. ان المحطة دي بتاعتنا احنا. احنا بدنا في الفين وتمنتاشر في تحديات صعبة. تحديات من كل ناحية. حتى يعني شبك. كانش في حاجة هنا خالص وانا كنت باجي هنا ما كنتش بعرف اول ما خش بالمدخل. خلاص ما حتش عافي وصلي. ما فيش اتصالات نهائي. كان في الاول ما فيش اي حاجة خالص من الفين وتمنتاشر احنا الحمد لله رب العمين يعني فيه. احنا بدأنا بمتين وخمسين راس. بدأنا بتلتمية وخمسين راس. بدأ الحالين كم? وصلنا الف وربعمية راس. غير اللي بعناها. غير بنبيعنا لما اخذ عجول التسمين. شغل عدول وبنبيع عجلات. نجاب للعيد بقين خمسين جموس عشار. خمسين عجل عشار وبعد كده بعنا ستين وعندنا اربعين معروضين للبيع ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق السعاد. اشكرك يا دكتور وانا سعيد اللي وجوده على قناة دكتور مجدي اقوي وحبيبي. الله يبارك. السعادة. شكرا.